اكدت سعادة سيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة الحرص على متابعة تنفيذ كافة المشروعات السياحية المدرجة ضمن خطط الحكومة وفي اطار تنفيذ الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي جاء ذلك على هامشي قيام سعادة وزيرة السياحة بزيارة ميدانية تفقدية لمشروع تطوير ساحل قلالي حيث استعرضت الوزيرة مستجدات ومراحل العمل في المشروع وفق الخرائط الهندسية المعتمدة واكدت سعادتها على ان المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمطاعم ووسائل الترفيه التي تحقق تطلعات الزوار كما اوضحت الصيرفي ان السواحل البحرية تمثل احدى ركائز الخطط والمشاريع التي وضعتها الوزارة لتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي في المملكة واكدتنا ان مشروع الساحل قلالي سيكون علامة بارزة في المشاريع السياحية المستقبلية اشتركوا في القناة